السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم ايه الاخبار؟ يارب تكونوا تمام حلقة النهاردة خاصة جدا بالتوقعات المتعلقة بالمرأة الروحانية الكريستالية هتقولولي اش معنى يعني كريستالية؟ لان الكريستال كحجر كريم هو اصلا بيدل على الشفافية الروحية العالية جدا وبيستخدم حتى في البندول وكده على ان هو بيلتقط الحساسية الطاقية اللي حواليك بأسرع ما يكون زائد ان هما بيطلقوه نفسيا على الناس اللي تعدت صحوات روحية اكتر من مرة في حياتها وبقى وعيهم عالي ومتصل بالله سبحانه وتعالى تمام؟ حتى في بذور النجوم بيقولك فيه ابناء الكريستال يعني الكريستال ده مصطلح شائع جدا في علم الروحانيات طيب التوقعات اللي انا هقولها بإذن الله هي مش ضربة بالغيب بل هو استرسال طاقي ونتائج مترتبة على التطور الروحي الطبيعي اللي بيحصل للمرأة من النوع ده اول توقع معانا احنا عارفين طبعا ان طاقة اي حاجة جاية بيتشكل قبلها علامات في الفترة اللي قبلها يعني احنا حنحس بالعلامات دي قبل بداية 2024 يعني ممكن خلال الاسبوعين دول على حد اقصى ايه هي بقى ان انتي اثناء الصلاة بتحسي جدا بان كل المدد عمالي جيلك اول باول خصوصا في الاجابات اللي محيا راكي هتقولي لي ايه ده بس انا وكده وقت الصلاة مش حابقى مركزة هو فعلا فيه ناس للأسف لما بيجي لها الفكرة او الاجابة وقت الصلاة بيحصلها كده تشتت بتنسى هي كانت قيلة صورة ايه او كده لكن انتي كوحدة روحانية المفروض تفصلي الفكرة اول ما تجيلك كده حطيها على جنب وكملي خشوع في الصلاة عادي بس هتلاقوا فعلا اغلب الاجابات بتيجي وانتي بتصلي وفي اتجاه القبلة وطبعا احنا كلنا عارفين ان اتجاه القبلة ده فيه طاقات عالية جدا جدا طيب التوقع التاني انه انتي في بداية كده 2024 او ممكن من دلوقتي برضو هتحسي ان انتي عايزة تعملي زي توازن بين الطاقات المادية وبين الطاقات الروحانية يعني العزلة اللي احنا فيها كروحانيين وطبعا دي كانت عزلة اختيارية مش عزلة ايكبرية محدش جبرنا عليها اللي هي بقى ايه ان انتي طول الوقت كنتي مقضيها اوراد وخلوات وتأملات هتبتدي بقى عايزة تدلعي نفسك الفترة الجاية يعني هتحب تجربي اماكن جديدة عمرك ما روحتيها قبل كده هتجربي او تجيلك فكرة السفر بالحاح يعني مثلا تفكري تسفري لمكان طقطو عالية جدا ممكن اماكن طبعية لو انتي مثلا بتحبي تروحي مصر حتروحي اماكن الاهرامات ممكن تحبي تروحي تعملي عمرة الافكار دي هتلاقيها بتيجي على دماغك جدا الفترة دي طيب على النقيد بقى ان انتي هتحبي برضو تغيري شوية حاجات في شكلك بس مش تغيري طبعا خلقة ربنا انا اقصد تحبي تعملي روتوش تجميلية عايزة تغيري من لبسك عايزة تحسي كده ان انتي طلعتي للدنيا من الاخر عايزة تستفدي بالمخزون الطاقي الروحي اللي انتي خزنتيه السنين اللي فاتت وعايزة بقى تجسديه على ارض الواقع عشان تحسي ان انتي كده استفدت من الناحيتين روحانيات ودنيا لان انتي مخلوق بشري يعني اكيد مش هتعيش كملاك طول الوقت حاجة برضو مهمة جدا انه انتي حسة بل متأكدة ان انتي لو قررت الارتباط لو واحدة اللي بتسمعني عازبة لو انتي قررت الارتباط هتبقى فعلا هتحقققي ده بامر الله طبعا بس بمجرد ما تحطي الموضوع في دماغك هتلاقي فعلا انا يا جماعة اهو بارتبط وبعلن خطوبتي وعادي جدا مفيش اي مشكلة لان اغلب البنات الروحانيين اللي كلموني يا امه لسه ما ارتبطوش اصلا يا امه ارتبطوا ولكن انفصلوا او مثلا ترملوا فحيبقوا عايزين جدا ان هم يجربوا بقى حظهم مع الجنس الاخر وخصوصا ان هم بقوا متأكدين ان هم لما هيختاروا بقى حد المرة دي هيبقى حد يعني في كل المواصفات اللي هم عايزينها لانه الاختيار بعد الصحوات الروحية وبعد ارتفاع الوعي هيبقى مختلف تماما عن الاختيار قبل ارتفاع الوعي فانتو هتبقوا عارفين باذن الله انه اختياركم هيكون صائب جدا وحتجلكم الاشارات عن كده وبردو هتجلكم الاجابات عن كده اسناء الصلاة وكمان قبل ما تصحوا من النوم خصوصا وقت الفجر وانتو رايحين تصالوا الفجر يعني طيب في حاجة برضو انه في بنات ممكن تقولك احنا مش عايزين نتجاوز البنات اللي مش عايزة تتجاوز دي برضو عادي مفيش مشكلة حيتدلعوا برضو حيبسطوا نفسهم بس حيتجوا اكتر للماليات يعني حيزودوا الاموال بتاعتهم بقى عايزين يتعلموا حاجات في التداول فيه ناس على فكرة يا جماعة كل شوية تقولي التداول اماره معرفش ايه على فكرة ده مش حقيقي التداول ده ماشي عليك كل الدول اصلا الدهب والفضة وكل حاجة بيتغير سعرها بسبب التداول فاللي فهمكم انه امار معلش يعني ده شخص مش فاهم يعني ايه تجارة اساسا المهم فيه ناس هتفكر في موضوع التداول بشكل جدي فيه ناس هتبتدي تعمل نفسها بزنس خاص بيها وتقولك بقى انا وثقة ان شغلي هيوصل لكل الناس وهكذا بقى من الافكار اللي بتجيب اموال كتير جدا وحتبقوا عارفين ومتأكدين ان الاموال اللي حتجي لكم هتيجي من غير تعب او شقاء زي الزمان برضو من اهم التوقعات وزي حاجة حلوة قوي وغريبة انه مثلا انتي هتشوفي او تحسي في بعض المنامات او حد يحلملك انه حد عاملك حاجة مش كويسة عمل مثلا او عليك يمس او عارض شيطاني ما هو دايما الحاجات المش حلوة بتقرب بسرعة تاني للست اللي هي بتكون تطورت في الوعي ليه؟ عشان خطر ترجحها تاني لمرحلة سابقة بس انتي هتبقي عارفة اولا المس او العارض ده جاي من مين؟ جاي من العالم الاخر؟ ولا جاي من نفس بشرية؟ وفي الحالتين ودي بقى الحاجة الغريبة اللي هقولك عليها ان انتي حتقدر يتوقفي ده من غير ما تعملي علاج يعني من غير ما تعملي مثلا رقية شرعية او تروحي لمعالج او الكلام ده انتي خلاص وصلت المرحلة انه بمجرد ما تقولي ستوب بعقلك كده خلاص ستوب فعلا بتنتهي الحاجة انا عايزة دي تحصل ويحصل حواليا در عطاقي بمجرد بس الخيال الحاجة بتتمه بتلاقي فعلا الحاجات دي بعدت عمك دي حاجة انا لحظتها في ثلاث بنات كلموني الاسبوع ده بسم الله ما شاء الله الله واكبر عليهم انا هو مش هقول قسميكم عش ما تتحسدوش بس بسم الله ما شاء الله بمجرد بس التفكير كل حاجة بتنتهي وده حقهم على فكرة يعني ده مش ضربة حظ مثلا ولا جد بالصدفة دي بنات اشتغلت على روحانيتها بقالها فترة طويلة جدا وعملت ترفع من وعيها وعملت تصرف كرسات هنا وتشتغل تمارين من هنا وتقرب من ربنا من ناحية تالتة يعني بسم الله ما شاء الله عملوا لنفسهم هالة ما تخرش الميا على رأي المصريين زي ما احنا بنقول يعني فبسم الله ما شاء الله بمجرد الخيال الحاجة بتتعمل على طول والدرع الطاقي بيتعمل بمجرد التفكير الدرع الطاقي اللي هو بيحميك من المشاكل الخارجية لكن لكن ده لن يمنع ان البنات دي هتبقى عايزة تجرب أوراد جديدة وخصوصا من القرآن يعني الاول احنا حاليا ماشيين بالتسابيح الكتير ممكن ندخل صورة في النص أو كده بس هنبقى بعد كده عايزين ندخل بقى في الصور الكبيرة زي صورة البقرة الصور التانية اللي هي فيها فتح بصيرة زي ياسين لانه المكاشفات عندنا هتبقى قوية قوي 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 الفترة الجاية خصوصا في 2024 انتي ممكن ما تحتاجيش تعملي استخارة بمجرد بس تنامي أو حتى وانتي بتفكري هتلاقي الإجابة جات لك على طول من غير استخارات خالص لك انت تخيلي باب المكاشفة والفتحات هيبقى مفتوح قدامك كده استبصار من غير حتى ما تعملي جلسة تأمل يا ستي عارفة بقى ايه رأيك انتي بس تسألي هتلاقي ربنا بعتك الإجابة على طول في حاجة كمان ممكن تحصل لبعض منكم وهي انك هتحسي انك مسؤولة عن شخصية طيبة في حياتك بس الشخصية دي نقصة في الوعي شوية أو الشخصية دي تعرضت لمشاكل وكانت ضحية بمعنى أصح فانتي هتبقى عايزة انك تعواضيها تساعديها ترفعي من وعيها ممكن الشخصية دي تبقى في أسرتك ممكن تبقى حد من صحابك حد من قريبك عموما من زميلاتك في العمل انتي بقى عارفة كويس مين الشخصية دي على فكرة ممكن الشخصية دي تبقى أم أو أب من أهم برضو الحاجات اللي لازم تبقى عارفاها انه انتي مختلفة عن الناس اللي بتعمل الحاجة بأسلوب عملي أو أكاديمي بمعنى الشخص اللي متعلم حاجة بشكل أكاديمي مثلا متعلم حرفة يدوية وهو حافظ خطواتها كويس مش هتفرق معاه الطاقة بتاعته سواء هو متضايق أو مبسوط طالما حافظ الخطوات بيطلع لك الحاجة كويسة زي ما هي على حسب ما هو متعلم لكن انتي مختلفة انتي طاقتك بتأثر على جودة العمل اللي انتي بتعملي لو بتعملي أكلة وانتي كنتي مبسوطة ومروقة حتطلع الأكلة معاكي تحفى وتجنن والعكس طبعا صحيح نفس الحاجة في عملك لو انتي عايزة ترتقي في عملك جدا وعايزة تعملي حاجة الناس كلها تعجب بيها لازم تعمليها وانتي في مزاجة عالي ومبسوطة اوعي تعملي حاجة وانتي مضطرة وحتلاحزي ده خلال الفترة دي كل ما تيجي تعملي حاجة وانتي مضايقة هتلاقيها بتفشل فشل زريع حتى لو انتي عاملها صح ومزبوط مش عايزة أقول لكم بقى ان الأحلام هتبقى صادقة جدا جدا وحتبقوا بسم الله ما شاء الله كده مزبطين الأحلام مع الأوقات اللي في الأيام الهجري اللي بتيجي فيها المنامات الصادقة أو المنامات المبشرة هتبقوا فاهمين بقى أنا حستنى بشارة في اليوم الفلاني على فكرة تقسيمة الأحلام دي عملوها مفسرين الأحلام على أساس الإجتهاد وعلى أساس نشاط الروح والعقل على مدار الشهر الهجري كنا منازلين بوستة في الانستجرام بتاع فريق العمل وكانوا حطين الموعيد دي بصراحة كترخرهم جمعوها يعني من مفسرين الأحلام ومن فيديوهات وكده فطبعا دي قاعدة اجتهادية يا جماعة لكن مش شرط إن هي تطبق على الجميع بس هي تطبق على 90% من الناس فأنتي كامرأة روحانية بمجرد ما حتشوفي الأرقام دي حتعرفي كويس جدا الأحلام الصديقة جاية لك في يوم إيه وحتبقي عارفة يعني مثلا مثلا يعني بكرة يوم ستة في الشهر العربي مش بالميلادي العربي خلاص يبقى أنا إن شاء الله حلاقي خبر من ربنا سبحانه وتعالى إجابة على سؤال ما حتبقي متأكدة وعارفة كأنه الحاجة متقسمة معاكي بالجدول بالمصدرة والألم كده فيه كمان قدرة عالية جدا على فهم الرموز سواء في المنام أو في الحقيقة لدرجة أن أنت لو مسكت كروت تارو حتلاقي نفسك بتعرفي تقريها حتى لو أنت مش متعلمة تارو أصلا بغض النظر بقى أن التارو ده حرام أو كده بس أنا بتكلم على حاجة فيها رموز حد بعاتلك كروت وانت مش فهمة دي معناها إيه حتلاقي نفسك بتعرفي تفكيها وتطلقها لقراءة تقاطعة الشخص ده سبحان الله موهبة كده هي كل مرة روحانياتك عملة تهلا حتلاقي نفسك بتعرفي تقري وتدخلي كمان في الفلك عارفة إزاي حتدخلي في الفلك إنه مثلا الخريطة الفلكية بتاعتك بتقول إنه مثلا عندك كواكب حتتراجع في المكان الفلاني هيحصل معاكي كذا مش عارفة إيه كذا حتلاقي نفسك بتتغلبي عادي جدا على تأثيرات الكواكب ولا تنبؤ ولا حتى أي توقعات علمية مش هقولك توقعات بقى بتاعت الخزعبلات والصحرة ولا توقعاتها حتى علمية للفلك بتنطبق عليك ليه؟ لأن أنت بقيت مسكة زمام أمور تقتك كلها بعد أمر الله سبحانه وتعالى أنت عاملة زي كده بسم الله ماشاء الله عارفة أنت العرائس الماريونيت تبقي أنت مسكة كل الأحداث في حياتك بالطريقة دي بتتحكمي في كل حاجة بمنتهى الوضوح كده أنا عارفة ممكن الكلام دي يكون لبعض الناس منكم بالذات اللي هي ما وصلتش في المرحلة دي من الوعي تقولك إيه دي مالها بتأفور أو بتبالغ كده ليه؟ لأ أنا بتكلم جد على فكرة وفعلا حتيجي بعد كده في استشارة معي أنا شخصيا وحتقولي أنا فعلا وصلت للليفل ده وصدقيني يا عسلية أنا مكنتش أتوقع أن أنا أكون كده وحتشوفوا الأيام بيننا بإذن الله تعالى طبعا بإذن الله تعالى أشوفكم بقى على خير ولو أن فيه توقعات تانية كانت على بالي بس لسه مش مجمعها دلوقتي أنا كل ده جمعته من الاسترسال الطاقي ومن الاستشارات تاعة البنات أشوفكم على خير دلمرة تانية سلام